خلينا نروح لمسلماني وقال من الناس اللي بحب جدا برضو تصريحات مسلماني بعد أي مطش هو دايما بيتكلم بطريقة فار زي ما بيتقال أو بيبقى عنده الصدق في كلامه وما بيجملش الحقائق هو قال مبارح أو أكد إن المباراة كانت صعبة أمام طبعا منافس قوي بيمتلك عناصر مميزة خاصة في الخط يعني الأمام قال إن المريخ فريق يعني مميز وكان ندا قويا خلال المباراة مشيرا إلا إن الأهلي حقق المطلوب بالفوز بثلاثية أهداف يعني مع خلق العديد من الفرص أمام مرمى المنافس وعن المواجهة المقبلة في دوري أبطال لإفريقيا قال أمام سانداونس طبعا قال إنها ستكون صعبة للغاية أكيد هي هتكون صعبة للغاية كلنا مترقبين إن شاء الله يعني يبقى فيه برضو تاني فوز مع أداء رائع شدد على إن الأهلي فريق كبير جدا بيمتلك الكثير من الخبرات وإن الفريق قادر على العودة بالنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا بالتوفيق حنشوف والاستعدادات لازم تكون من دلوقتي مع الفصل بقى كريم لإن أنت عارف أنا أريد زي يقول كده تك 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 وراء بعد فأنت لازم تفصل ولازم تدي يعني مهلة كمان علشان أقدر أن أنا أخرج من المود ده أخش على المود ده يعني من كلم هنا من الدوري لأفريقيا يعني فيه ضغط فيه ضغط ولازم تفصل أنت كبني آدم أو كلاعب لازم تفصل بين دي ودي برضو موضوع أكيد مش سهل بتطلب شغل كبير من الجهاز الفني من موسماني وأكيد من اللعيبة نفسهم برضو في الأول في الآخر أنت بتبقى مسؤول عن نفسك يا كريم أنت اللي لازم تسعى أنت اللي لازم تحارب علشان تقدر أنك تحط نفسك أو تكقوب مع الظروف الجديدة اللي بتحصل فده اللي احنا أكيد متوقعين ومن نجمنا يعني ونرجع ونقول ده قدر لعبة النادي الأهلي بحكم اللهم لعبة في النادي الأهلي فبلهاش حل لحضرات النادي الأهلي بطبيعة الحال لازم دايما بلاقيه في كل موسم وفي كل سنة بيشارك في كل البطولات المحلية والقرية وحتى الدولية المتاحة نظراً تاني لكونوا النادي الأهلي أكيد دي مسؤولية مش سهلة أكيد الضغط اللي بيشكله هذا الأمر على كل لاعب يعني شيء مش هين أبداً بعيداً بقى عن التعب بتاع المشاركات والإصابات والالتحامات والكلام ده كله ده احنا لو حيدنا الجانب ده وركزنا بس على فكرة الضغط النفسي والعصبي ويتأقلم معاه المطلوب من كل لاعب على حدة من لعبة النادي الأهلي هذه لوحدها نقطة مش هينة